فيما يصم العالم آذانه عن مآسي اليمن أولت مؤسسة رموز للصم وعدد من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني عناية ملحوظة بذوي الإعاقة السمعية في اليمن باحتفالية بسيطة لتظهر اهتماما مجتمعيا بهذه الفئة لما لها من إسهامات متميزة في مختلف المجالات بعيدا عن ضجيج الحياة يزين هؤلاء الفتية رسوماتهم بألوان زاهية تعكس مدى نظرتهم لجمال الحياة بالرغم من أنها في اليمن أصبحت أكثر تعقيدا وتشويها وخطت الحرب ألوانها السوداء على صفحة حياة المجتمع اليمني وبالرغم من أن الإعاقة السمعية لهؤلاء الأطفال لا تعني عجزهم عن الاستمرار في الحياة بكل حب وشغف والتفاعل معها والاندماج فيها إلا أن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الأسرة والمجتمع في العناية الخاصة بشريحة الصم والعمل على اكتسابها المهارات الاجتماعية الضرورية اللازمة للحياة في المجتمع كما أنه بات من الضروري جدا أن تعمل مؤسسات المجتمع المدني والمهتمون بهذه الشريحة على التطوير وسائل تعليم ذوي الإعاقة السمعية بما يتناسب مع قدراتهم والعمل على تأهيلهم بما يجعلهم قادرين على الالتحاق بسوق العمل وبما يعز من دورهم ودمجهم في المجتمع وبعد أن فقد اليمنيون لغة التفاهم والتعايش السلمي فيما بينهم يجد الصم وسيلة مناسبة للتواصل لتستمر حياتهم النقية بعيدا عن دوي القذائف وأزيز الرصاص وأوجاع الناس التي تسببت فيها الحرب العبثية التي دخلت عامها الخامس ويتعامل معها العالم وكأنه أصم أخرس